في كتير طرق وسط الحياة تام فيها ناس وطرق تبان مفروشة وارد وتمتي بألم ودي لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح أصل المسيح هو الحياة كوة الطريق الطريق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لعبيده عند افتتاح الفم منتظرين مشاركتكم طلباتكم للصلاة لو حد عايز طلبة صلاة يتفضل لو حد عايز شركنا في الخدمة يتفضل لو حد عايز اي معلومة احنا منتظرين ان حضراتكم تكلمونا وطلبات الصلاة للشفاء لحل المشاكل احنا معانا جروب كويس بيسمع وعلى طول بيرفع في الصلاة وحضرة الاسيس بيرفعنا دايما في الصلاة ونشكر المسيح لان النهاردة يوم مميز ويوم رائع لاننا بنتقبل معاكم وبنفرح بيكم واحنا بنحس ان انتوا ايضا بتفرحوا بينا الرب يبرككم عندنا بتاع 25-27 زي كده عيلا عايزين صلاة فانا احطهم في حضن المسيح وحضن حضرة الاسيس يصلي له اتفضل حبيبي بسم الاب والابن والروحكوة تسأل الاله الواحد امين الهنا الصالح كم اشكرك وامجه اسمك وعزم جلاله اشكرك يا رب من اجهل هذه الفرصة اللي عطيتنا اياها اليوم يا رب لانتقبل مع شخصك الكريم يا رب لننضع كل المشاكلنا امام قدميك يا زيتا لان تعطينا قوة وتجدد نشاطنا في كل يوم يا رب لاننا ماشيين في عالم انت عارف بانو نحن بايام صعبة مع اضطهادات صعوبات حروبات يا رب نحن نطلب انك تمجد ذاتك في هذه الغرب يا رب اللي نحن عايشين فيها يا رب يا رب انت قلت ليس بالقدرة ولا بالقوة بل بروح يقول الرب ارجوك ايها الرب سد بروحك علينا يا رب سد بروحك على شعبك يا رب على بلادنا يا سيدة رب يا رب كن في الوسط يا رب يا رب حسب مواعيدك ان كنت في السفينة فلن تعرق السفينة يا رب نعم يا رب مجد ذاتك فينا يا رب اعطي كلام عند فتح الفم اخفينا وراء صريبك ازر ذاتك سد بروحك القدوس على كل حباء المجاهدين السامعين يا رب زورهم لبيوتهم يا رب يا رب تفقد احتياجاتهم بارك اسم القدوس اسم نحن نطلب يا رب باسم كرامي لدمك يا رب لانك انت غني غني في العطاء سخيف التوزيع نطلب منك يا سيدة رب شكرا ليس باستحقاق منه ولكن على على رجاء على مواعيدك على رجاء شكرا انت قلت كل ما تطلبه باسمي تنالونه يا رب امين رب انت اللي قلت كل ما اجتمع اثنين او ثلاث باسمي اكون في الوسط نحن واثقين يا رب انك موجود لان نحن فوقنا العدد اللي مطلوب نحن اكثر من اثنين يا رب شكرا واربع نحن موجودين يا رب والكل بروح وحتي نترجاك يا سيدة الرب ونصرخ اليك يا سيدة الرب ملوء عنا يا سيدة الرب باسم نحن يا رب ننصلي من اجل العائلات اللي طلبه خمسة وعشرين ستا وعشرين عائلة يا رب امين انا ما بقى في احتياجاتهم ولكن انت بتعرف يا سيدة الرب يا رب نحن وضعين كل واحد امامك يا رب حاطين امام امام عرش النعم يا سيدة الرب ارجوك تفقد كل شخص فيهم ان كان حدا مريض يا رب ارجوك اش فيه لانك انت هو الطبيب العظيم يا رب انت اللي مكتوب عنك يجول في كل ضعف في الشعب نعم يا سيدة الرب مكتوب انه يجولي عمل صلاح يا رب انت صالح وإلى الابد رحمتك وانت هو امس واليوم وإلى الابد نعم نحن نثق بإله حي يا رب نثق بانك انت موجود يا رب ارجوك انك تكون للذي ليس له احد مثل يا رب انه في المكرسة عنده بركة حزدة ليس لانسان ارجوك يا سيدة الرب كنت هو الانسان لكل انسان ضعيف يا رب انك انت انك تحرك المشاعر تحرك يا رب بالقلوب يا رب انك انت تعطي لك كلام لكل واحد فيهم اعطي مسح للكلمة اللي منقولها يا رب لا توصل لأذان المشاهدين لقلوبهم يا رب تكون نكون ليس سامعين فقط وانما سامعين عاملين ليس خادعين انفسنا يا رب يا رب اعطي مسح للكلم يا رب اعطينا نعم في عيون المشاهدين يا رب يا رب بارك هذه القناية يا سيدة رب يا رب انت سدد كل احتياج فيها يا رب بارك اخوتي المخرجين والمصورين يا رب اختي ساميرا بين ايديك هي مسافرة يا رب كن محا في سفرها يا رب انت انك سدد كل احتياج لها وعطيها كلام عند فتح الفن لا تكون انجيل مفتوح في كل مكان تذهب اليها يا رب انا بصلي من اجل اختي ان عملت حادث اسمها حنان وضربت شخص والانسان في حالة صعبة يا رب انت الطبيب مد يدك بالشفاء يا رب يا رب حل كل مشكلة موجودة امامها باسمها طلبت مننا نصلي ونحن يا رب نوصل صلاتنا لا اليك يا رب نوصل كل احتياج اليك يا سيدة رب انت يا رب انا كمان بصلي من اجل اخذ ابن عمل حادث كمان انت يا رب انك تكون معهم يا رب انك تعطيهم القوة تشجعهم يا رب تنير ذهن طريقه يا رب انك تشهه فعلا تكون تصير امامه في كل خطأ باسم يسوع ارجوك انك تصلح كل وضع عنده يا رب انك تكون معه ارجوك سيدة رب سوء بداله كون في القيادة معه يا رب ارجوك يا رب يا رب انا بصلي من اجل بلادي من اجل شعبي يا رب يا رب ارجوك مجل ذاتك في كل البلاد العربية يا رب كون معهم كون مع قياداتهم مع جيوشهم مع شعبهم كلهم باسم المسيح يا رب نحن نطلب ليس لنا نحن يا رب نحن نطلب لانه لان انت قلتنا انت اللي طلبت مننا انه نصلي ونطلب وانا بسلي من اجل اخت لمن اجل بنتي كوكا يا رب انا ما برشوه احتياجة لكن انت بتعرف زورها يا رب امين 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 اتكلم معها سدد كل احتياج لها باسم المسيح امين كل المجد والكرام والسلطان من الان والى الابد امين امين يا رب يا ملكنا المسيح بنشكرك بنعزمك بنمجدك بنكرمك ادينا وقت طيب عند قدمك يا سيدنا الرب افتح الالوب امين وجهز النفوس يا رب ادينا حكمة في كل كلمة يا رب ما تسمع ان انا وعبدك نتكلم من عنديتنا لكن خلي روحك القدوس هو يا رب اللي يقودنا واللي يتكلم على لسنة وبنقولك مع المرنم انتق على لساني وكون ينبوع كلامي لتحيا انت في ولا انا الاناني تعالى بروحك علينا يا رب تعالى بنعمة حضورك اشكرك واحمدك يا رب انا بحط روني بين ايدك يا رب لمسة شفاء على جسد روني الان قوة تخرج منك يا رب على جسد هذا الطفل في اس يسوع المسيح انت اللي جبته قدامي وانت اللي حطته قدامي وانت اللي قلتلي ارفعيه في الصلاة ليك المد يا رب لانك الطبيب الشافي والطبيب العظيم والاله القديم اللي لينا ملجأ والازرع الابدية من تحت تعالى بنور جديد يبدت كل الظلمة تعالى بقوتك ونعمتك وحضورك ايدنا بروحك في الانسان الباطن في اسم المسيح الحي بنستودع كل البلاد العربية والاوروبية والعالم بين ايديك يا ملكنا المسيح املك على شعبك وعلى كنستك وحمي عرصك من كل شر وشبه شر من اجل اسمك الغالي اذكر القناة وسدد كل احتياجاتها روحيا وجسديا بحسب كرم الملك السباوي من اجل اسمك يا رب ليك كل الحمد هاللويا نيك المجد عزائي المشاهدين احنا النهاردة بنعمة المسيح وبارشاد الروح القدس هنتكلم عن السلوك في الروح والسلوك في الجسد ليس للإدانة لكن لنبني بعضنا البعض ونعيش كما يحق الانجيل المسيح مرة تانية بقدم اخويا الجميل القيمة وقامة الاسسيسيولانتا حنون هو الرب هيمسح كل كلمة على لسانه انا واثقة ان الرب هيددله كلام عندي افتتاح الفم اتفضل حبيبا امين اشكرك من اجل المقدمة الحلوية وانا بشكر القناة اللي سمحتنا امين نحنا نقاف ونتكلم باسم الرب كي نرسل كل رسالة لكل احبائنا بكل مكان كما اني كمان بشكر جميع الاحباء اللي هني بشاهدونا وبيشجعونا ولولا تجيوحا لما استمرنا لحد طبعا للوعد يعني انا بشكر الكل من عدم اني اذكر اسماء الكل غالين على قلبي الكل اللي بشكرهم شكرا ثاني شي انا بحب اني نحكي عن مضوع الروح القدس الروح القدس لايس جديد من البديء من البدأ نحنا من التكوين بذكر عن الروح القدس واعمال الروح القدس تمام ورح اذكر بقى اي بقول فيها في البدء خلق الله السماوات والارض وكانت الارض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يارف كان روح الله يرفع على وجه المياه وقال مين قال الروح القدس وقال لي يكن نور فكان نور إذن الروح القدس هو المرشد هو اللي بيعطي الأوامر ونحن نحن منفدها لو كنا نحن فعلا مقادين بالروح نسمع لكلمة الروح نسمع لكلام الرب ونحن نسير حسب الروح من الخليقة نحن نعرف أنه الله قرر أنه يخلق أخوي للمسيح لابنه الوحيد للابن الوحيد ويكون أخ بكر للأخوي خلق بالطبيعة يجب أخوة كثيرين فخلق حواء وآدم ومنهم آر رح يكون هذول الأولاد اللي هنو بدون يكونوا أخواء المسيح بالطبع خلق الإنسان كامل خلق الإنسان عنده الروح الطبيعة الإلهية كان يتكلم معه بالروح مع الرب بالرب يجاوبه كان الروح القدس هو اللي يمسيره ولكن فيه كان واحد ثاني هو عدو الخير وعدو كلبر بدأ يأخذ الطرف الثاني الجسدي ما هي الثمر الجسد شو هي شهوة العيون تعظم المعيشة يجي لعند حواء مرحبا يا ست الحسن قال أنه سألان شو اسمعت خبر قال لكم الله أنه ما تاكلوا من ثمر الجن قالت لا لا ما يقالني لكن شو قال لكم قال نحني أني من كل شجرة الجنية تاكلوا ما عدا هاي الشجرة ما تاكلوا منها بتعرفها ليش؟ آه لا 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 هاي إذا أكلت منها بتصيرها مثل الله بتعرفها كل شيء الخير والشر تعظم المعيشة تعظم أول ما بدأ فيها بالجسد بالجسد بدأت تتكلم آه صعي أنا ده بصير مثل الآب بيعرف الخير والشر وبعرف ما نظر الله ليش لا؟ قال لك خاف ما كثير هالكلام يجي معها تعالى فريد أنت شوفي تعاي شوفي هالمنظر شهوة العيون شوفي ما أجمل هالثمرة شوفي وشوفي ما أطيبها تذوقي تذوقي بس بدأ فيها فعلا ده دخلت بموضوع الخطيئة بدأ بالجسد الجسد يشتغل الجسد وبعد الروح الروح والجسد ضد بعض الروح يحارب ضد الجسد والجسد يحارب ضد الروح لكن الله اللي خلق الإنسان رح يتركه بدون تدبير إلهي هل يعني خطة الله اللي عمله الإنسان كامل ولا يخطأ؟ يعني فشلت يعني فشل عمل الرب معدله لا بدأ يتعامل مع أولاده من خلال الروح القدس نعم من خلال المسيح نعم من خلال المسيح وبدأ عمل الروح القدس مع الأحباء اللي كان مختارين واللي إبله المسيح وإبله خلاص خلاصه يتكلم معهم فنحنا منشوف مثلا السلوك في الجسد الجسد شو هو؟ شو شهوات الجسد تعظم معي شي؟ شهوات العيون؟ أي شهوات الجسد يعني مثل ما قال سليمان الحكيم ما اشتهت نفسي شغلي إلا وعطيتها ما منعتها ما منعتها عن أي شيء في الجسد في الجسد لآخر الشيء الباطل باطيل وكل شيء كله باطل إذن رجع بالروح إيجا بالروح الروح دائما نحن بالروح ما أنه ما منغلط لا منغلط الخطيئة بتسود لأنه نحن اليوم اللي مناخذ الروح أقول لنصر رسول بأعمال رسول وقت اللي إيجا قال له لأهل السامرة إنتون اعتمدتوا قال إيه اعتمدنا قال وهل قبلت الروح القدس؟ ولا اسمعنا عنه ما اسمعنا فيه منه طيب لكم شو تعمدتوا؟ نعم تعمدنا مثل ما الناس عم تتعمد مية فكثير من أحبانا اللي بيكونوا متعمدين هيك بيفكروا حالهم أنا خلاص أنا متعمد يعني أنا معي الروح القدس لا مش هيكد للأمور الروح القدس بدها صلوات بدها تغيير بدها الرب يقبلك يعطيك الروح القدس هي هبة هي عطية عطية من الآب من الآب يعني حتى تأخذي الروح القدس نحن من عرب بعثتهم يجال بطرسه وبعدين وضع الأيدي عليهم وقبل الروح القدس يبلو الروح القدس الروح القدس عمل شوه إنه يرجدك يعطيك الكلام يذكرك يأنبك دائما هلأ كمؤمن بغلط أي بغلط ليش لأنه عمل الروح القدس دائما لا ينقيني كل مرة على مرة إذا بغطى بتلاقيني الخطيئة ما بتسود علينا طيب ما بتسود كيف يعني يعني بعد ما بغلط أنا بندم أنا بندم كمؤمن أما جسدي بيقولوا وكانوا يشربونه الإثمي كالماء أنا عملت إيه يعني يعني رجولي إلا أنا عملته يعني يعني وين الغلط بالموضوع أنا الرب أعطاني عيون لأشوف أنا أعطاني جسدي لأتمتع فيه أوكي إنه عيش الحياة اللي تليق بالرب معك عيشها ولكن دائما أسلك حسب الروح كإنسان مؤمن كإنسان مؤمن بنجي هنا ببولس الرسول بيفهم الموضوع صحي وشو بيقول قبل ما أوصل للآية لروميا الثمانية راح قول شوي من روميا السبعة وشوف كيف أعمال بولس الرسول وكيف أفهم الموضوع صحي ما ليش بدي أطول أكثر من آية حتى الناس أرفع أكثر لا لا ما أهمك شؤول فأننا نعلم إن الناموس روحي الناموس ما فيه غلط لا تقتل لا تأكده ما فيه غلط ولكن لكن ما بيكفي ما بيكفي مو هو الخلاص أني أنا مثلا كون إنسان كويس أعمل الخير أعطيه وزع كله عمل جيد ولكن النائب للروح قدس إنه يكون فعلا قبلان المسيح لكون معه بالروح أما الناموس ما فيه وروحي ما فيه غلط وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطيه الخطيه مش تريتني مباعي أنا بعت حالي للخطيه أنا صرت عبد للخطيه لأني لست أعرف ما أنا أفعله ما بعرف ما أنا أفعله إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فأي أفعل أه 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 أنت ما بتحب حدا يؤتل أولادك فليش تؤت أولاد الناس أنت نفسك ناموس نفسك لحالك اللي بتحرمي على نفسك حرمي على غيرك وخلص تحرم غيرك على نفسك تمام أهوني اللي بيكلم بولص أنا بيعجبني بعد الأخير بخليني نقراه وكلياتها إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فأي أفعل فإن كنت أفعل ما لست أريده فأني أصادق الناموس إنه عزل ناموس بولي لا تقتل وأنا بحب أني ما أقتل ولكن الخطيه بتجبرني أقتل خطيه فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطيه الساكنة فيه يوم ما أكل حواء آدم ما مات ما مات بالجسد ولكن ماتت فيه الروح الطبيعة الإلهي الطبيعة المحبة طبيعة اللي هي طبيعة المسيح لأنه أنا المسيح هو أخ بكر أنا لازم أتمثل بأخي أخي الكبير هو القدوي إليه تمام فإذا ما كنت مثل أخي اللي هو المسيح اللي خلقني اللي أكون أخي إليه فأنا إذا ما تشبهت فيه أنا بكون أخطأت أخطأت ما أصبت الصح الخطيه اللي ساكن فيه هي اللي بتخليني اشتغل الشيء اللي أنا ما نرايده فأني أعلم إنه ليس ساكن فيه أي شيء صالح فيه جسدي شيء صالح جسدي الجسد طب يعني إننا نحنا شهوة الجسد وتعظم معيشة والأمور عاي لأن الإرادة حاضرة إرادة موجودة حاضرة عندي أما وأما أنا وأما أن أفعل الحسنة فلست أجد ما فيه ما بدر عمل الحسنة لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل هذا كأم من عم يحكي هذا بولس اللي عم يتكلم عم يتكلم وعطينا إنه بولس الرسول عم يقول لك لا بولس اللي عم يقول إنه أنا إذا بكل ما بدي أعمل صلاح بدي الشر وقف أمامي طبيعي جسد أبد الحر بالروح أبد الحر بالجسد طبعا أوكي وأما أنا أفعل الحسنة فلست أجد لإني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا بل الخطيئة الساكنة الساكنة فيه أسره بناموس الله بحسب الإنسان الباطن من خلاله أنا أحب الناموس من خلاله لكن الخطيئة برضو الساكنة فيه أو الطبيعة الخاطئة الساكنة فيه هي اللي عم تجرني على هالمواضيع الثاني ولكن أرى ناموسا آخر في أعضائي هذي ناموس الرب وفيه هون ناموس اللي عايش فيه اللي تبع الخطيئة عم يتحاربه يعني أنا كثير بيعجبني هذا الكلام اللي هون آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطيئة الكائن في أعضائي هون بيصرخ الصرخة الأوية اللي لازم نحن كلنا نصرخ بيقول ويحي أنا الإنسان الشقي كل ما يجي ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت مين ينقذني مين ينقذني فورا نتذكر يا في واحد وحيد ينقذك هو الرب يسوع تقرب لعنده حتى ينقذك ما في أحد راح ينقذك من ينقذني من شرق هذا الموت من جسد هذا الموت هون بيجي أشكر الله بيسوع المسيح وربنا إذن أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله ولكن بالجسد ناموس الخطي إذن الروح والجسد بيجي تجي نجد من فوق فورا بيقول له تعال 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 بيقرأ أصحاح الثامن أول أصحاح بعود إذن أعزائي المشاهدين يعني كلام جميل ويعني زي ما كان بيقول حضرة الأسيس أن بوليس نفسه قال ويحي أنا الإنسان الشقي وأنا وأنت بنقول كده دايما وأبدا أنا عايزة عيش بالوصية وعايزة عيش بالأمانة لكن كل ما جي أصنع الخير ألاقي الشر مش حولي حاضر عندي ليه لأن الخطيئة اللي سكن فيها هي اللي بتتحرك لكن عايزة أقول لك حاجة وأقول لنفسي وأقول لكل نفسي بتشاهدنا النهاردة أنا وأنت في صف مين لو أنا في صف المسيح المسيح هيديني المصرة اللي قال عنها بوليس في آخر إصحاح سبعة ولسه هنخش على تمانية ده في حاجة جميلة جدا هتفيدني وتفيدك وتفيدك فأنا عايزة أقول لك لو أنت في صف الله لا زي ما قال الأسيس الذين بلا نموذ هم نموذ لأنفسه أنا بعرف الخير أنا بعرف الشر أنا بعرف الأمانة بعرف الخيانة وبعرف قلة الزوء وبعرف الزوء وبعرف لما أتكلم بإتيكات وما أتكلم من غير إتيكات وما بدوس على رجل أخوية أو بدوس على رجل أختي أو واحد قال لي كلمة أقول له عشرة أنا بعرف كل ده لكن المسيح يساعدنا أحبائي عشان فعلا نعيش كما يحق لإنجيل المسيح وأنا وأنت ما نعودش نتوح وح ونقول ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الخطيئة لما أصلب الجسد مع الأهواء والشهوات وأعيش في حضن المسيح ما تحركش أي حركة إلا بإرشاد الروح القدس اللي كان بيكلمنا عليه حضرة الأسيس في أول حلقة الروح القدس يرشدنا الروح القدس يعلمنا الروح القدس يهزبنا الروح القدس زي ما قال الكتاب أنتو مش محتاجين لمعلمين الروح القدس اللي فيكم يعلمكم ويرشدكم لكل شيء معنا دلوقتي يفاصل هنطلع نسمع تسبيحة جميلة ابقوا معنا رب يبرككم أمين شاهدين أهلا بكم مرة تانية ومعايا أخوي الغالي الأسيس يولاند حنون وإحنا بنتكلم عن السلوك في الروح والسلوك في الجسد واتكلمنا في أصحاح سبعة لو حد لسه فاتح التلفزيون اتكلمنا إزاي بولس كان بيقول ويحي أنا الإنسان الشاقي كل ما جي أصنع الخير ألا الشر حاضر عندي والأسيس يولاند تتكلم فيها بإفادة وإحنا النهاردة يعني يا ريت ربنا يساعدنا ناخد صف الله وصف يسوع المسيح اللي ادنا حياة أبدية واللي عيشنا في النعمة الغنية واللي قال بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء لكن بيه نحيا ونتحرك ونوجد ونعيش كل أيام غربتنا وإحنا في حدن المسيح أمين اتفضلي حبيبا أمين الله زيد اتفضلك وأشكرك حكينا نتكلمنا قلتي على الساعة السابع وكيف صرخ البولوس وعرف لوين يلتجع فإيجاب إصحاح الثامن يقول إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح كيف الجسد نحنا تخلمنا عن شهوات الجسد والغرور والحساد الغيرة كل هذه الأشياء هي من أعمال الجسد أما أعمال الروح دائما الوداعة التعفف إنه ثمار الروح نحنا ملاقي بغلاطية خمسة راح نلت وبيتبين 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 مثل ما رضا الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف فمضى هون الروح نشيط أما الجسد فضعيف هون الرب يسوي بعدها مضى وراح صلى صلى ونعرف البقية شو لكن نحنا حتى نصير بالروح لازم نصلي الصلاة تعطينا القوة تعطينا لأنه نقدر نصد سهام العدو العدو بالصلاة بالصلاة وناخد الرداء البر سهام إمتى العدو بيقدر يدخل إمتى الشيطان بيقدر يدخل مع الإنسان إن كان ضعيف إن كان قوي ومصلي ما بيقدر ما بيقدر يلمس جسده أو فكره للمؤمن أما الضعيف مثل ما دخل بحواء وغراء واتكلم معه يقولون إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح لأن ناموس روح الحياة في المسيح ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطيئة والموت كويس ما دام عنا خلاص معروف وينه هو المسيح ولا خلاص بدونه لماذا بيتجل عنده لماذا بقول له يا رب أنا فعلا أنا خاطئ بدي معوني منك يا رب أنا بلك أنا تصرف بحياتي أسود على حياتي على بيتي على أولادك نحميهم نحن عايشين بغرب يا رب نكون مع كل أولادة أرشدهم لروحك بتعرف يا أخت سميرة الأولاد بيقلد الآباء طبعا لو أنت كنت كل يوم فاتح الكتاب المقدس وأنت تقري الولد رح يقلدك بالزبط إذا سمعك في قاعدة هيك عمالة تعرفه أريت اليوم أريت اليوم أريت آية رح أحب شارككم فيها هكذا أحب الله العالم حتى بذل أبنه الوحيد لك إليها لك كل من يؤمن به هيك محبة الله بدأت تحكيك أقول المسيح بيحبك أنت بيحب كل العالم مش بس أنا بيحب الجميع ابنك الصغير عم يسمع رح يأخذ الآي ويقوله لتلاميذه للرفقاته بالتلاميذ المدرسي رح نفس الكلام لو أنت حكيته نكثي سيئة ابنك رح يأخذ النكثي ويقوله للرفقاته صحيح مثل ما أنت بتحبه يكون أولادك كون أنت بالضبط لأنك أنت القدوة اللي بتعلم أولادك يعني أنا عايز أقول للسادة المشاهدين حاجة يعني كانت بنتي كان عندها زي ثلاث سنين وبعدين جات صاحبتها عندها في البيت عندها ثلاث سنين برا فقعدوا يلعب فصاحبتها قلت لها تعالي نلعب عروسة وعريس أنا زمان كنت بالبس أشربة على راسي عدت عشرين سنة ألبس أشربة بعدين راحت بنتي جابت الأشربات وقعت لها لأ تعالي نلعب كنيسة إحنا مش هنلعب عروسة وعريس إحنا هنلعب كنيسة زي ما بقول حضرة الأسيس لو أنت فتحت الكتاب ابنك هيفتح الكتاب لو أنت قلت نكتة بذيئة ابنك هيقولها زي واحد مثلا بيشرب سجاير أنا مش بديني اللي بيشرب اللي يشرب يشرب اللي مشربش ومشربش واحد بيشرب سجاير وشوف ابنه بيشرب يقوله ضرب ابنه طب ما هو تعلم منين ما تعلم منك لو أنت مسك الإنجيل وبتقول زي ما قال حضرة الأسيس هكذا أحب الله العالم هيقولها لصحابه فأميني أحبائي يعني هنا هنا حضرة الأسيس في روميا 8 يعني في أول كلام روميا 8 بيقول كده إذن لشيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع في ناس بتحب كده لحد كده وخلاص تقولك يا عمي أنا ما عنديش دينونة أنا رايح السمراية بيقول الكتاب لا شئ من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح مين دول بقى السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح ليه ليه لأن نموس روح الحياة الحياة في المسيح يسوع قد عمل ايه أعتقني من نموس الخطيئة والموت إذا أنا بحسب بسلك بالروح يبقى نموس روح الحياة فيا أعتقني من نموس الخطيئة والموت وعمل ايه وداني حياة فأنا إيه اللي أعتقني من نموس الخطيئة والموت روح الحياة روح المسيح اللي قال عنه الكتاب أنا هو الطريق والحق والحياة لما تبقى فيا وفيك الحياة هتاخد حياة ونشوف الأسيس هيقول لنا في الكلام الجميل اللي جاي أمين نعم نحنا بما أنه تشبهنا بالكرمة أبي الكرمة وأنا الكرام لأننا احنا أغصان بالكرمة وقت بتكون أولادي نفس الكلام اللي بتكلموا معي اللي بتكلموا أنا هني رح ينقلوا رح تكون الأغصان كلها تفرع هالشجرة رح تفرع وتكون كلها كويسة نبقول كل غسن لا يعطيه بثمر ينقي أبي 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 نحنا رسالة نكون لأولادنا نكون رسالة نحنا لا أكثر أحياناً منقول طيب ليه ما مصير تعليم كويس بلت نحنا راحت علينا نحنا كبرنا فياريت تعلموا أولادنا كأنه نحنا يعني خلاص خلصنا الحياة الأبدية ما عد مننا خدام يعني راحت مننا يعني فات فينا الفوت وخلصنا ما عد يعني صرنا اكسباير فات المعاد يعني راح فات المعاد ما صرنا غير قابين ما عف يعني صلاحي لكن نحنا لآخر لحظة رجائنا موجود طبعاً بالروح نكون نحنا بالروح سالكين بالروح المثل اللي انتي قلتيه فعلاً كيف الأبن بيقلد أبوه تمام أنا أذكر في الأيام الشباب كنت دخن كنت أنا دخن سكاير كان ابني صغير ما بعرف كم يعني ثلاث سنين حدود أربع سنين سامى داخل المدرسة بعد أخذته مع المكان المحل وقاعدين نحنا منشرب بتي قاعدين عم شرب بتي وأنا كنت قاعد على كرسيا حطته على الصحارة هيك صندوق صغير يقعد عليه وأنا عم دخن وبيدي أنا المجاملي معو يعني بدي جامل قالت له بس أكبرت شو حاب هيك تسوي يا ابني قال لي بس أكبرت أنا بدي أعد على الكرسي وأعدك أنت على هذا الصندوق الصغير صندوق دخن ودخن شفت وأعد دخن قلت له يا أبي الدخن مش كويس قالت أنت عم تدخن وأنت بتشربوا ليه؟ قلت له شايفها يا أخير سيكا رابا مش بعد دخن أبدا 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 وقتها وقت دخان الإبني لأن دلوقتي ما بدخن أشكر المدخن ومع أنه كبير وخلص موضوع أنه الدخان ما عادي يدخن أكيد الولد بيشبه أبو تأخذ أولادك المدرسي أنا بيقوله أبو تصير عادي ما عليش تصير عادي لكن بالأخير رح يدخله بالروح القدس رح يدخله بشركة المؤمنين رح يحب بشركة المؤمنين رح يحب الكلمة رح يبشروا فيها كالبداية ولو كانت عادي لا بقولك هي كثير بيرو على كناس عادي لا يا حبيب لا مش عادي حتى هل تكون عادي حتى بالأخير بدك تحبيها ما بصير تسمعي كلمة الرب وما تقابليها لا ده مع الأيام بتخش قويها وتسكن بغنى ده حتى يعني الست الحامل اللي بتبقى عندها بيبي ببطنها وتقرى الإنجيل الطفل الصغير دوا بيسمع ويخش جواه كلمة الحياة فأنت بتديله كلمة الحياة وأنت بتديله كلمة الحياة لما تقعد تديل ابنك كلمة الحياة والصبح تقول له آية ترطب عليه وتعضف حضنك تقول له انت جميل انت حلو انت فيك المسيح الكلمة بتحمل المعنى وبتخش قوة الطفل والطفل والطفلة بيطلعوا زي أهليهم أمين تفضل رح نكمل شوي بعجالة لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطيئة والموت لأن الخطيئة هي أجر الخطيئة موت أعتقني من الموت لأنه ما كان ناموس أجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطيئة ولأجل الخطيئة دان الخطيئة في الجسد لكي يتم حكم ناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون طبيعة الجسدة بهم متعظم بهم يعيش يهتمهم يعني كيف الاهتمام يعني أصدك يعني يفكروا فيه بس يهتمون يعيشوه مش إنه يعني شو ما بدي قلك أنا باهتم بشغلي يعني بدير بالي عليه لا الاهتمام يعني عيشوه يصير سلوكي هو هون بيقصد يعني سلوكي يكون جسدين هو كل محور حياتي مش بس اهتم فيه وراعي لا 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 عيشوه صير ضمنه يعني بوقت اللي بيقولهم هون بيقولهم اللبسوا مثلا الرب يسوع المسيح يعني كيف ولا تصنعه تدبيرا للقس يعني شوان يلبسوا يعني شوان يلبسوا رداء خارجي هل المسيح يلبق ولا بيد نبع من الداخل من قوة طيب كيف يعني اللبسوا وقت اللي منقول نحنا طير لابس الريش هل الريش جي من بره لبسنا ياه ولا هو لا لا إذا بيطلع بتطلع ريشي بتاع تبت محلها اللبس هذا هو الأرض وقت بتلبس الخضار منين تجي النبتي منها الحبوب من الأرض طبعا تمام بتلبس الزي بنقول لبست الأرض المرج الأخضر هل يعني هحطينا عليها الثياب الأول الفكرة الواحد اللبس لا لابسوا يعني يعني خلق منه خلق منه مش جاي من بره الروح قدس لا يأتي من بره يأتي من الداخل إلى الخارج يعني تقول في مسحة الروح القدس الإنسان كلامه كلامه بعتنق الناس الروح القدس تمام تمام أنا بس عايزة أقول حاجة لنفسي وللسادة المشاهدين يعني أنا عايزة أقولك اهتمام الجسد موت واهتمام الروح حياة يعني إيه يعني مثلا قاعد أنا كده بقى يعني لم تنظفها ولا مستحمية ولا متوضبة ولا عندي فستانة ألبسه ولا عندي لا مش كده مش كده مش كده مش زي ما بيقول حضر الأساس هو شغلي الشاغل أكل إيه أشرب إيه ألبس إيه أعيش إيه أعمل إيه الساعة كامة أعمل إيه والساعة كامة أعمل إيه والساعة والعالم يخدني كده لا ألبسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيراً للجسد من أجل الشهوات صدقيني بأمانة وصدقني بأمانة لو أنت ابني لله حقيقي وبتاع المسيح حقيقي لما تقول إيه أنا عندي فرح وعايزة فستانة وأنت ماشية كده في المال مش هتلفلك عشر ساعات هتلاقيه بالصدفة ومش هتلاقيه هو بس واحد اتنين تلاتة أربعة أنا بقولك عن خبرة كانت معايا بنتي وبقولها أنا عايزة أشتري فستانة واحد اتنين ثلاتة أربعة خدت الأربعة هم بتوعي ومقاسي وبمليم إيه رأيك بقى في كده ولا دخم ولا دورت ولا دوخت بنتي ولا قعدة أصنع تدبيراً للجسد طول اليوم هاكل إيه هاشرب إيه اللقمة الصغيرة تكفي حتة فرخة حتة بتاعها حتة فولة اي حاجة احنا هنا يا أحبائي غرباء ونزلاء احنا هنا في قوتيل والغريب والنزيل بيعيش على الكفاف وصدقين يا ما تعيش بأمانة وانت تعيش بأمانة ربنا مش خليك في الكفاف هيخلي مجد من الخلف ومن الأمام حرستك وضعت يدي عليك وبركتك وبركة ندي بركة ونعمة ندي نعمة ومجدي ندي مجد وهتبقى عايش في مجد لو انت مية مية بتاعه وتخلعت من الجسد وسلمت جسدك للروح القدس يقودك من مجد الى مجد كما من الرب الروح يساعدنا المسيح اتفضل امين انا بدي كمل شوي برضو من اتفضل شو بيقول فيها لان اهتمام الجسد هو موت لكن اهتمام الروح هو حياة وسلام لان اهتمام الجسد هو عداوة لله عداوة اذا مدام انا مهتم بالجسد فهو عدو لله عدو لله كملها اذ ليس هو خاضعا لنا مسلاء لانه ايضا لا يستطيع فالذين هم في الجسد لا يستطيعون ان يرضوا الله لان الله روح طبعا لازم بالروح طبعا بالروح والحق وانما انتم فلستم في الجسد بل في الروح وان كان روح الله ساكنا فيكم ولكن ان كان احد ليس له روح المسيح فذلك ليس له الكلام مولا له خلص انتم اذا اذا هو مبرو نحن ما نشوف يعني اول شيء التلاميذ اللي هني التلاميذ بتوع المسيح تلاميذ المسيح باول اعمال الرسل بالاصحاح الاول بيتكلموا شوي بيجوا بيسألوا للمسيح كم سؤال بيسألوا وشي بقول هوني بيقول اه واما هم المجتمعون فسألوا وقائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك الاسرائيل ترد الملك الاسرائيل طيب انتم انتم مشان شو عم تسألوني السؤال يعني معادي نصير وزارة هل انا ملك على هاي الارض انا مملكة ليس من هاي العالم انا مملكتي ما بدأت مملكتي في السماء انا عم يسألوا ها ايمتا يعني يصير الملك ونحنا نصير الوزارة ايو ايو نقسمها بقى نقسمها لانه الملك هو المسيح تلميذ اكيد انكم الوزارة ايو ايو الوزارة بقى ورئيس الوزارة هون عم يتكلموا بالروح او بالجسد بالجسد التلميذ اه لكنكم عابد يقولهم اسرائيل فقال لهم ليس لكم ان تعرفوا الازمين والاوقات التي جعلها الاب في السلطانه لكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون ليش شهود انتم ما نكون وزارة انتم شهود انتم شهود و لازم تبقى شاهد امين اه وهون اعطاهم الدرس الحقيقة انه الانسان تفكيره يكون دائما لفوق دائما للرب اعطاك عيان اعطاك رؤية انه روح يختمه في مصر مباشرة ان كانت اتخذ مضعيفة ان كانت قوية مش مهم تكون عندك كنيسة معها لا الفين شخص لا 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 خمسة ستة بيكفه اوي كنيسة خمسة ستة واحد واحد يكفه ما تقعد جنبه في القط كلمه عن المسيح كويس حاجة جميل اذا نحنا هدفنا الاول والاخير انه ننقل كلمة الرم انا ما بدي اقول انه نتبشر لانه البشارة السارة وصلت لكل الناس ما في انسان يقول انا ما سمعت بالانجيل ولا واحد لانه ما بي اخرك شيء بس كبس على التلفزيون بتاع عدة قنوات عم تتكلم عن المسيح استمع تمام هيرادة شو وقت اللي يسأله ما هو الحق ما انتظر سأله وين الحق وراح ما انتظر لا يجابه ايو 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 ما انتظر ونحن نفس الشيء بيجي واحد بيسألك اه كيف المسيح انتا عند اللم إن ويصل depois يعني اتكلم مثل ما بدك ايو Cum اه انحنا عصر قافة الساندويش يا اه ممنوع من التعطاولة نبحان نوال الأشباك لا كلمة الله غنية لحتى نعرفها لازم ندرسها صح ونسلك فعلا فيها حسب الروح حسب الروح ونحن في عندنا بغلاطية نحن عمال الروح بغلاطية وبكلوسي يعني اعطونا نحن وقت باعتقد ما عد صار معي وقت كتير مش هيكي معي قول بس مهماش معي وقت بيقول فألبسوا كمختارية الله القدسين المحبوبين أحشاء رأفات هاي كلوسي ثلاثة اتناعش أحشاء رأفات فألبسوا كمختارية الله القدسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفا وتواضعا وودعا وطول أنات محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضا بعضكم بعضا إن كان لأحد إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا أنا مدام أخي البكر أو أخي الكبير المسيح لازم يتشبه فيه لازم يتشبه فيه الرب سمع على الصليب بعد ما آخر تعذب وعذبوا عمي هم يضربوا أغفر لهم لأبتاء لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون ما نعرفين لو عارفين هو هذا رب المجد لما صلبوه أنا مفكرين ضربوا نضربوا وقفوا عنا ضربوا وقفنا عنا ضرب جروا جروا ربطوا ربطنا حطوا الشوك حتى نشوف ناس منقادي دلوقتي بتشوف نفسهم منقاديين ما تغير شي ما تغير شي عشان كده بيقول لهم البسوا أحشاء رأفات رأفات يا أحباء لازم نبقى رحمون وعندنا رحمة ورأفة على بعضنا البعض قدر أن الأسيس يلونت معايا في كنيسة وده سعى لرجلي ولا قال لي كلمة قاعد بقى أزن وعن أمال طب فين اللي أنا اتشبهت بأخويا البك بأبويا السماوي بقيت زيه بقيت شبهه بقيت شكله يعني بتحضرني حتى كده أن واحد راح في بلد من جنوب أفريقيا والرجل ده قالوله لو كلمت عن المسيح حين هتموت الراجل ما تكلمش لكن كان حياته بتشهد عن المسيح في ظرف حاجة بسيطة كانت القرية دي كلها ملك المسيح ليه عنده حب عنده أحشاء رأفات لازم يا أحباء يبقى عندنا محبة وأحشاء رأفات على بعضينا قدر إن أنا غلط فيك سامحني اغفر لي قل لي ليه يا أخت فلانة أنت عملت كده هقول لك صدقني يا أخويا مكان قصدي والمحبة تصدق كل شي مش دا يقول على دا ودا يتكلم على دا ويقطع على وعده وبعدين اجل على التلفونات وبعدين اجل على الفيسبوك نزل بوست وش عارف يعمل وشير وده يقول له شير شير وطير انت مع إبليس ولا مع المسيح راح أكمل الفكرة وارجع لغلاطية أو ثمار الرؤي بيقول إذن بكلوسي بعدنا بكلوسي أنه اغفروا مثل ما أبوكم غفر وعلى جميع هذا وعلى جميع هذه ألبسوا المحبة التي هي رباط الكمال إن كان عندك محبة راح يكون عندك أحشاء رأفات راح يكون أحشاء رأفات أما نحن راح نكمل بس بخلال الوقت نحن ممكن نبقى نكمل في هذه حلقتا فكرة أخيرة فكرة أخيرة بيقول وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شواء الجسد لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد هاي بغلاطية خمسة ستعاش لآخر الإصحاع وهذان يقاوم احدهما الآخر كي تفعلوا ما لا تريدون ولكن إذا إذن إذا انقذتم بالروح فلستم تحت النموز إذا الله انقذكم بالروح قدس فلستم تحت النموز وأعمال الجسد الظاهرة التي هي للأسف زنة عهارة نجاسي ودعارة عباد أوثان سحر عداو خصام غيرة سخط تحزب شقاق بدعة حسد قتل سكر بطر وأمثال هذه التي أسبق وأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا إن الذين لا يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله لا يرثون وأما ثمر الروح فهو محبي فرح سلام طول أنات لطف صلاح إيمان وداعا تعفف أمين ضد أمثال هذا ليس ناموس ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد صلبوا الجسد مع الشهوات أمين أمين معك دقيقة تقول لإخوتك كلمة وتقول لي بقى ما أرينا كل عن الحياة الروحية للمؤمن أنا ما بقول أنه بالسهولة أن نقاوم الخطيئة لا هاي أصعب آلامه ولكن لو قارنناها بآلام المسيح ضد الخطيئة لك لقينا آلامنا سهلة والآلام أنه فعلا أنه خطيئة أنا معي عادي مثلا لو كان عنده عادي سيئة لا أتخلص منها بده وقت كثير حتى أقدر يتخلص من العادي أنا بقول لك رح تواجه آلام رح تواجه التعاب بأنك تترك العادات السيئة ولكن أنت لوحدة مش رح تقدر تساوي شيء أنت بالمسيح الذي يقويني أنت لا أطلب القوة من الأعالي ليس بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي يقول للرب أنا بستودع أكون أحباي المشاهدين أتمنى أن تكون هاي الحرق العلقة سبب بركي للجميع وأنا بصلي من أجل كل المشاهدين اللي كانوا عم يشاهدونها وإن شاء الله تكون هي سبب بركي لكم ولبيوتكم ولأولادكم وإن شاء الله تكونوا سفدتوا من أعمال الروح القدس الرب يبارك حياتكم وإلى اللقاء اللقاء ثانية نورتني وبرقتني وربنا يباركك وكاد فرصة سعيدة والمسيح يبارك حياتك ويستثمر كل كلمة على لسانك أعزائي المشاهدين يعني أنا عايز أقول في آخر الكلام لما نعيش بالروح ونتقدس في الروح والمسيح يحفظنا والمسيح يباركنا أقول مع أبولس أستطيع كل شيء في المسيح اللي بيقويني أنا من نفسي وإنت من نفسك غلابة مش هنقدر نعمل حاجة لكن إمتى أخد قوة لما أعود قدام الرب واستلم نعمة من الرب واستلم قيادة من الروح القدس وأتقدس في محضر الله عارف لو حد قبلك ودك بالبنية في عينك مش هترد عليه ليه؟ لأنك شبعان شبعان بالمسيح ويقفى العبد يكون كسيده والتلميس كمعلمه شوف المسيح على الصليب في عز الألام الصعبة قال يا أبتاء اخفر الله والمسيح لما عاش أيام جسده كان واحد بيهينه واحد بيلطمه واحد بيقوله أنت بني النجار واحد قاله أنت بني زينة لكن ما كانش بيرد بحاجة وحشة لكن المسيح يعلمنا النهاردة يا أحباء نتشدد في شدة قوته ونلبس سلاح الله الكامل ونعيش كما يحك الإنجلي المسيح وأقول مع الرسول بوليس أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا ربنا يساعدنا كلنا ويدينا المسيح حكمة ونور جديد ونعمة جديدة ساعدنا بكم جدا ونرجو أن نكون أسعدناكم الرب معكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فيها ناس وطرق تبان مفروشة وارد وتنتي بألم ودي لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح أصل المسيح هو الحياة هو الطريق اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة